خلاص يا جامعة فهمنا اللعبة التريدات كلها بتاعة محلات الحلويات حط ده على ده اللي باقي عندك حطه على بعضه وخلاص بقى تريد هنعمل سلطانة الشام بتاعة لابوار هنجيب كوباية ونص من المياه مياه عادية ومعلقتين كبار من السكر معلقتين كبار من الزيت او الزبدة اللي عندك بقى الحاجة دايك والحاجة تغصبك ورفع الكلام ده كله على النار يدفع بس كده والسكر يدوب فحننزل بقى بكوباية وربع من الدقيق وحوالي معلقتين كبار من النشا بس كده ويستحسن ان انت تنخل الدقيق ده كويس عشان بس ايه ما يعملش تكتلات وانت بتقلبي وخلاص يا ستي ونحط بقى رشة من الفانيليا علشان يدي طعم وممكن تحطي ماء ورد عشان بس ايه يعني تطعامي بلح الشام احنا بنعمل بلح الشام اقتصادي ماردتش اعمل اللي هو بالبيض علشان يبقى اقتصادي كده نعمل الترند بتاع سلطانة الشام ده بمكوناتك اقتصادية على نار هادي خالص نار شمعة هتفضل يتقلبي كده ادي مع المية علشان كله يتواجل مع بعض ويعملك عجينة نعمة ولينة لازم نار هادي خالص شمعة او تشيل الطاصة من على النار لو هي سخنة قوي تمام? لحد ما تلاقيها بقت نعمة قوية وكلها حنية كده تروحي بقى جيبي كيس حلواني من التقيل ده مش الكيس الخفيفة بوجنيه لأ كيس تقيل او تجيبي كيس السيليكون او القماش او يا ستي من غير كيس خالص بس اهم حاجة تحطي قطعة صغيرة من العجينة طبعا بعد ما بردت وتبدأ ان انت تشكليها تشكليه بقى على صنية على ورقة زبدة على مفرز سيليكون مش مشكلة المهم ان انت هتشكلي الكمية كلها علشان ده لتاني مرة بقولك ده مش بالح الشام الاصلي اللي هو بالبيت لأ ده الاقتصادي من غير بيت فاحنا هنشكله كله مرة واحدة وبعد كده نبدأ ان احنا نسويه لو ما عندكيش كيس حلواني ممكن بقى تجيبي اللي هي التاب دي بتاعت تبالح الشام وتضغطي بايدي كده على العجينة حتتشكل معاك عادي وبرضو تقصيها على حسب الحجم اللي انت عايزيه انا عملت حجم صغير علشان هحطه في الرز بلبا الزيت لازم يبقى سخن لو بارد زي ما انا نزلته في الاول كده حقولك في اخر الفيديو حيبقى شكلها عاملت زي لو نزلتيه في زيت بارد لازم الزيت يبقى سخن ده مش بلح الشامل بالبيض الزيت لازم يبقى سخن جدا وغزير وتنزلي بكمية كده كويسة ما تمليش التصى قوي واول ما يتشمع هتبدأ ان انت تتقلبي يعني مش هتقلبي اول ما ينزل في الزيت لأ اول ما يتشمع وياطفو كده على وش الزيت هتبدأ ان انت يتقلبي وتفضل يتقلبي كتير على نار متوسطة الزيت حامي والنار متوسطة وانت شغلة نار متوسطة لهادية مش هينفع تبقى علي عشان ما يعجنش من جوه وياخد لون من برا اول ما ياخد لون دهبي زي ما انت شايفة كده ده انت تصفيه بقى من الزيت ونزليه في شرباط بارد وتقيل الشرباط البارد والتقيل شرباط تقيل يعني ايه يا جماعة يعني ضعف السكر السكر ضعف الميا يعني اتنين كباية سكر مع كباية ميا يغلو مع بعض لمون وفانيليا بقى شرباط بس كده ويبرد هنحطه شايفين بقى اللي على اليمين دي دي لما نزلتها في زيت بارد الزيت البارد ابتدت ان هي تفتح كده وشكلها يتغير وشربة زيت لأ احنا عايزين الزيت يبقى لما تنزلي في بلح الشام يبقى سخن جدا وغزير خلاص وبعد كده تخلي النار متوسط بس يا ستي اداكي احلى بلح شام اقتصادي انا عملته اقتصادي ليه علشان هعمل السلطنت الشام اللي هي بتبقى رز بلبن وسوس كرمل ورز بلبن انا عملته معاكو قبل كده في فيديو الاشطوطة هحطهولكو برضو وكذلك السوس الكرمل السوس الكرمل اقتصادي رز بلبن تحفى بقى تحفى كريمي وطعمه تحفى كل اللي جربه انبهر بيا جماعة هنجيب بقى الرز بلبن بعد ما بريت انا فضيته في البولة اللي انا هقدم فيها وحطيت عليه طبقة رفيعة كده من الكرمل ما تزاوديش بقى عشان سكر ما يعلاش معنا قوي وحاول تزباطي بقى السوس الكرمل كده بمعلاقة ولا حاجة او تخباطي كده الطبق كده على الرخام هتلاقيه ان السوس تزبط ونحط بقى كام واحدة كده بلح الشام زي ما عمل لابوار اللابوار بيبيعها ب300 جنيه بيبيع الطبق ده يا جماعة ب300 جنيه انت هتعمليه ان شاء الله بقى لا 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 التكاليف يعني مش هيجي يعني اي حاجة من 300 جنيه دي خالص بس بجد يا جماعة طعمه طحفى طعمه طحفى انت لو عايزة تقليلي السكر شوية ممكن ما تحطيش بلح الشام في الشرباط اللي هتحطيه يعني مع الرز بلبن ممكن ما تحطوهش في الشرباط بس انا شايف انه طعمه كده مقبول والسكر مش عالي قوي جربوا وقلولي وحبيت اعملكو الترند اللي طالع وهو سهل جدا جدا وحزابلكو برضو لينك الرز بلبن وصوص الكرمل لو عجبكم الفيديو او تنسوني من اللايك والشير وتكتبوا لي كومنت حلو كتير وتعملولي فولو لسه ما عملتوش انا بحبكم وباي باي وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة